أنباء عن سيطرة مسلحي العشائر على معبر تريبيل الحدودي مع الأردن ومغتدى الصدر يصف إرسال عسكريين أمريكيين إلى العراق بالاحتلال الجديد وزير الخارجية ناصر جودا يجري مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي في عمان حول آخر تطورات الأوضاع في المنطقة مشادات كلامية ساخنة خلال جلسة النواب على خلفية حفل افتتاح مهرجاني جرش شهدان في الضفة الغربية وقوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها في مختلف المدن والقرى الفلسطينية اختيار موقع جديد لمنطقة عجلون التنموية خلال شهرين نشرة السابع والنصف أصعد الله أفغادكم موسيقى 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 نبدأ نشرتنا بالأحداث المتسارعة في العراق حيث ذكرت مصادر أمنية عراقية أن الجيش العراقي انسحب من معبر طريبيل الحدودي مع الأردن وكان تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش أعلن اليوم عن سيطرته على مدينة الرطبة القريبة من الحدود الأردنية ليقطع بذلك طريقة دولية الرابطة بين بغداد وعمان وأشار أنصار التنظيم إلى أن هدفهم المقبل هو السيطرة على منفذ طريبيل مع الأردن وذلك لتضييق الخناق على حكومة رئيس الوزراء العراقي نور المالكي إلى ذلك أكد مصدر عسكري عراقي أن المئات من المسلحين دخلوا مركز مدينة الرطبة بعد انسحاب الجيش إلى الشريط الحدودي الأردني العراقي وتمركزهم حول معبر طريبيل الدولي فيما تركت الشرطة مواقعها وألقت السلاح بعد إعلان عفو تام من قبل المسلحين عنهم وتكتسب مدينة الرطبة أهمية اقتصادية لكل من العراق والأردن حيث تقع على الطريق الدولي بين البلدين وتعد نقطة عبور نقلات النفط باتجاه الأردن والمواد الغذائية إلى العراق يأتي ذلك بعد ساعات من انسحاب القوات العراقية من معبر الوليد الحدودي مع سوريا وذلك غدا تسيطرة المسلحين على معبر القائم في وقت انسحبت فيه قوات الجيش اليوم وبشكل مفاجئ من وسط مدينة طلعفر وذلك بحسب مصادر الحكومة العراقية التي أكدت أن الجيش ما زال يسيطر بشكل كامل على مصفات بيجي شمال البلاد إلى ذلك سيطر مسلح العشائر وداعش على مقر قوات عمليات البادية والجزيرة غرب الأنبار بعد فرار قادتها وعناصرها العسكريين وذكر مصدر عشائري أن المسلحين عثروا على ثلاثين جثة لمعتقلين من أبناء راوى وعان القريبتين من المقر وكان الجيش العراقي أعدمهم رميا بالرصاص قبيل انسحابه من المقر ويتزامن ذلك مع سيطرة المسلحين على أغلب مدن الأنبار والتي كان أخرها عانى وراوى والرطبة حيث يتجه المسلحون إلى السيطرة على سد حديثة الواقع على نهر الفرات والذي يلبي نصف حاجة العراقي من الطاقة الكهربائية وفي تكريت أعلنت مصادر طبية مقتل سبعة مدنيين في قصف نفذته طائرات الجيش العراقي في وسط المدينة يجري وزير الخارجية ناصر جودة مباحثات مع نظره الأمريكي جون كيري في عمان مساء اليوم تتناول التطورات في العراق بالإضافة إلى آخر مستجدات الأزمة السورية وعملية السلام في الشرق الأوسط ويناقش الوزيران خلال مباحثاتهما بشكل خاص الأحداث المتسارعة في العراق الذي سيطر مصلحو العشائر وتنظيم داعش فيه على عدد من المدن والمحافظات والمعابر الحدودية في الشمال والشرق وتركز محادثات جودة وكيري على سبول إخراج العراق من محنته وتشكيل حكومة تمثل الأطياف السياسية كافة وعلى هامش زيارته إلى عمان يلتقي كيري مع نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلق لبحث آخر التطورات في العراق وقبيل وصوله إلى عمان اعتبر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري أن تنظيم داعش بات يهدد الجميع في المنطقة وخارجها فيما نفى اتهام إيران لأمريكا بأنها طرف فيما يحدث في العراق وقال كيري خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري سامح شكري أن اتهام إيران لأمريكا بأنها طرف فيما يحدث في العراق لا صحة له مبينا أن الأمريكيين ليسوا طرفا مناصرا لأي طرف عراقي لكي يتولى المسئولية في العراق وأعرب كيري عن مخاوف الولايات المتحدة من تأثير تنظيم داعش على المنطقة منوها بعدم خلو أي دولة من تأثير هذا التنظيم عليها قائلا لن نستطيع أن نترك هذا الكيان بأنه يهدد الجميع في المنطقة وخارجها سياسيا طلب ائتلاف القائمة الوطنية الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي طلب رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري الملك بالاستقال من منصبه وتشكيل حكومة إنقاذ وطني بدورها رفضت كتلة الأحرار البرلمانية التابعة لرجل الدين الشيعي مقتضاء الصدر تواجد مستشارين عسكريين أمريكيين في البلاد وصفة ذلك بالاحتلال الجديد كما أعلن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آيط الله علي خمينئي معارضته لتدخل الأمريكي في العراق حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية وكانت مجموعة من المستشارين العسكريين الأمريكيين وصلت أمس الأول إلى العراق في إطار خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتقييم الوضع الميداني الأمني في البلاد إلى الأخبار المحلية حيث اقترح عدد من النواب تقديم استدعاء لجلالة الملك عبد الله الثاني لإدراج مذكرة حجب الثقة على جدول دورة الاستثنائية الجارية حاليا وذلك عقب المشادات الكلامية التي نشبت بين النواب على خلفية ما حدث في حفل افتتاح مهرجان جرش وما وصفه بعضهم بالتهميش الحكومي للمجلس وقال النائب يحيى السعود إن الكلام لا يفيد ويجب طرح الثقة بالحكومة مطالبا كافة النواب بتوقيع على المذكرة التي تبناها لطرح الثقة بحكومة الدكتور عبدالله نسور ما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينه وبين النائب محمد الرديد يأتي هذا بعد مطالبة عدد من النواب تخصيص الجلسة لمناقشة قضية ما حدث مع رئيس المجلس في حفل افتتاح مهرجان جرش وما وصفه بالإهانة الناجمة عن إصرار الحكومة على تهميش النواب مطالبين بإقالة أعضاء اللجنة العليا المسؤولة عن المهرجان وعلى رأسهم أمين عمان عقل بلتاجي بصفته رئيس اللجنة إلا أن النائب محمود الخربش وزميله النائب خليل عطية لفتا إلى عدم جواز منقشة أي قضية ضمن الدورة الاستثنائية خلافا لما ورد في الإرادة الملكية لأن ذلك يعد مخالفة دستورية بدورهم أوضح النواب المنتقدون لما جرى في الحفل أن الحكومة أصرت على تهميش النواب خاصة أن رئيس المجلس لم يجد كرسيا مخصصا له في حفل الافتتاح رغم دعوته للحضور على وتنعلى وجود أكثر من مقعد مخصصا لعدد من الوزراء وضيوفهم فيما أكد التراون بدوره أن ما تم في جرش هو خطأ وفشل إداري مبديا دهشته من أن الحكومة لم تحرك ساكنا حيال الموضوع يذكر أن جلسة النواب المسائية لهذا اليوم كانت مخصصة لمناقشة مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني المعاد من مجلس الأعين إلا أن الجلسة رفعت على خلفية المجريات السابقة حيث أكمل النواب اجتماعهم في قاعة عاكف الفائز موسيقى موسيقى قال خلاص ما عشي هايقبات إثبات فيوان المزيق بالفضر بحكيهون أنا نا abnagai عاده Okay No ماذا؟ لو سمع بس انه صار مع سعادة سعادة خير ما هاي بحاجة انا قول طالب الباكة الجناب كنا صار معنا قصص مع الفقومة اذا بدوا يخبروا اعادة حيب المبش النواب الان قرار نستدعي جناب الملك طرحي انتخل هال الفقومة شو قرار بتحقق اما الله نقول طربي وزير طربي وزير بحاجة وزير؟ الوزارة قول مجح شو مبتل من النواب همم الصح اما شو الا وزير يقضي الباكة طيب طيب هوا بعد مش هتوقع يا اخوان معناته خلينا نروح لانه ما احنا قادرين نحكي اخوان الوزير ووزير مجرم حينا الهام المحيط وما انت تحق لنا خيوة اخوان الهان اخوان الهان انتم محبو حبو الغروة خيوة اخوان الهان اخوان الهان وصل طلبة التوجيه اليوم تقدم اختبارات الثانوية العامة كل حسب تخصصه حيث تقدم طلبة المصاق العلمي لامتحان في مبحث الكيمياء وطلبة الأدب والشرع لامتحان في مبحث اللغة العربية فيما تقدم طلبة الإدارة المعلوماتية لامتحان في مادة المحاسبة المحوسبة وكان طلبة الفروع المهنية أجروا اليوم امتحانات في مبحثي الكيمياء والفيزياء الإضافيين وقد أبدى معظم الطلبة ارتياحهم من أجواء الامتحانات في كافة المباحث مؤكدين أن الأسئلة جاءت سهلة وبسيطة ومناسبة لجميع المستويات وأن الوقت كان كافيا للإجابة على الأسئلة إلى ذلك تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات اليوم غرفة العمليات الخاصة بامتحان الثانوية العامة في الوزارة واستمع للملاحظات الواردة من الميدان وأبدى توجيهاته بشأن متابعتها والإجابة عن استفسارات الطلبة والمواطنين مؤكدا اهتمام الوزارة بهذه الملاحظات ورصدها ودراستها والاستفادة منها في عملية تطوير امتحان الثانوية العامة وتعزيز جوانب القوة فيه كان عندي امتحان كيميا كان سهل كثير من مرة اللي فاتت إن شاء الله بنزح كان عندنا امتحان كيميا وكان سهل مش صعب كان سهل كثير الأجواء كانت مناسبة في الصف وكمان الابتحان كان متوسط يعني ما كانت الصعب فيه أسئلة كويسة كان امتحان الكيميا كثير سهل يعني اعطونا النماذج كانت لأمتحان والأجواء كانت كثير مناسبة للأبتحان والأسئلة كانت صعبة شوي بس برضو يعني كله من الكتاب جاء أنا ما جاش خارج الكتاب المادة كلها يعني امتحان سهل الحمد لله بس الوقت كمان كثير زياد عليها حرمت مديرية تربية والتعليم في لواء البدية الشمالية الغربي وقصبة المفرق ثلاثة طلاب من التقدم لامتحان الثانوية العامة جراء مخالفتهم تعليماته وقال مدير التربية في لواء الدكتور سايل الخريشة انه تم حرمان طالبين من اكمال امتحان الدورة الحالية ومن دورتين مقبلتين جراء اثارة شغب داخل القاعة ومحاولة الغش وضبط قصائص ورقية بحوزتهما فيما تم حرمان الطالب الثالث من التقدم لامتحان الثانوية العامة للدورة الحالية اضافة الى حرمانه من التقدم لمدة اربع سنوات جراء ضبط جهاز هاتف خلوي بحوزته اثناء تأدية الامتحان وفي محافظة معان اكد مدير التربية محمد الدحيات عدم تسجيل اي مخالفة او تجاوز خلال الامتحانات المقررة لليوم وابدى عدد كبير من طلبة الثانوية العامة ارتياحا من مستوى وطبيعة الاسئلة مشيرين الى انها جاءت مناسبة لجميع مستويات الطلبة وقد تمت مراعاة الفروقات بينهم علاوة على شمول الاسئلة لجميع اجزاء المادة الدراسية مشيرين الى ان الوقت المخصص للامتحان كان مناسبا لحل الاسئلة الموضوعة اما في الكارك فاجمع الطلبة على سهولة الاسئلة ووضوحها معربين عن راحتهم لاجواء الامتحان التي قالوا انها تميزت بالهدوء والانضباط الا ان عددا من طلبة الادارة المعلوماتية اشتكوا من صعوبة امتحان المحاسبة المحوسبة مؤكدين حسب قولهم ان بعض الاسئلة كانت تحتوي على اخطاء حسابية بالارقام اليوم الاسئلة كان موضوعي وسهل اليوم اخذنا امتحان كيميا وكانت الاسئلة كثير سهلة ومبسطة والاجراءات الامنية كثيرة كثيرة بالوقاعة كولي امر طالبي بقول ان الامتحانات في هذه الدورة بتصير على مستوى عادي من الكفاءة والمهنية والانضباط وحقيقة اجواء الامتحانات اجواء مريحة انا من طلاب الفرع الادبي الحمد لله قدمنا اليوم امتحان الجغرافي المستوى الثالث والحمد لله صار الانتحان بشكل ممتاز وضبط داخل القاعة وبالنسبة الانتحان المقارنة بالسنوات السابقة عندنا امتحان الحمد لله كويس وقدمنا السمام ان شاء الله اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله نصور الخطة التنفيذية التي اعدتها وزارة البيئة لمعالجة الوضع الحالي لمكب الايكيدر على ان يتم البدء بتنفيذها فورا وكان المجلس اطلع على الخطة التي قدمتها الوزارة بناء على توجيهات رئيس الوزراء بهدف التعامل والحد من هذه المشكلة المتفاقمة حيث قامت بتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الاخرى بوضع خطة تنفيذية تنقسم الى خطة فورية وقصيرة الامد وخطة متوسطة الامد وتقدر كلفة تنفيذ الخطة قصيرة الامد بحوالي عشرة ملايين دينار وكلفة الخطة طويلة الامد بنحو ثمانية وعشرين مليون دينار واقر المجلس ايضا مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة الفين واربع عشر وجاء في الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه نظر لان محكمة الاستئناف في القضاء الشرعي محكمة قانون واعمالها تشبه اعمال محكمة التمييز في القضاء النظامي فالاصل فيها ان تكون مرجعا نهائيا للمحاكم وان تكون قراراتها متوافقة ومستقرة عبر ابناء مدينة معان عن رفضهم للمسيرة التي انطلقت الجمعة الماضية تأييدا لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام داعش واكد المشاركون في اجتماع دعت له بلدية معان والفعاليات الشعبية فيها ان المسيرة المذكورة ومن شارك فيها لا يمثلون المدينة وان منظميها والمشاركين فيها هم من الشباب صغار السن المغرر بهم وتناول الاجتماع الازمة التي مرت بها معان مؤخرا من النواحي الامنية والاجتماعية والاقتصادية واشدد المشاركون في الاجتماع على ان استمرار ازمة معان دون ايجاد حلول جذرية لها سيشكل خطورة مضيفين ان معان مدينة اردنية تحترم القانون وقد قدمت ولا تزال تقدم الكثير من اجل الوطن كما قالوا ايضا ان الحل الامثل لازمة معان لا يتم بالقوة الامنية المفرطة بل يتم بلغة الحوار وابقاء معان ضمن منظومة التنمية الشاملة قولا وفعلا مطالبين بازالة كافة المظاهر الامنية الموجودة في المدينة من قوات الدرك وابقاء المظاهر الامنية الاعتيادية كما في باقي مدن المملكة قررت القيادة الفلسطينية التوجه الى مجلس الامن والمنظمات الدولية لحماية الشعب الفلسطيني من الهجمة الاسرائيلية العنيفة على الاراضي الفلسطينية وتجري القيادة الفلسطينية اتصالات مكثفة لعقد جلسة عاجلة لمجلس الامن الدولي لوضع حد للعدوان الاسرائيلي الغاشم والمستمر والتوجه الى الجهات والمنظمات الدولية من اجل توفير الحماية للشعب الفلسطيني ونددت الرئاسة الفلسطينية في بيان صدر عنها اليوم بالعدوان الغاشم والمفتوح والعقوبات الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي في جميع الاراضي الفلسطينية ما اسفر عن ارتكاب عدد لا يحصى من الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم شيع الفلسطينيون اليوم جثمان شاب فلسطيني استشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم العين غرب مدينة نابلس بالضفة الغربية وسط هتفات منددة بالاعتداءات الاسرائيلية وقال مدير الاعلام في وزارة الصحة الفلسطيني طريف عاشور ان الشاب احمد سعيد فحماوي استشهد جراء اصابته باربع رصاصات حية في الصدر مشيرا الى انه وصل الى مستشفى رفيديا الحكومي متوفيا وكانت مواجهة عنيفة اندلعت فجر اليوم جراء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم في اطار عملياتها العسكرية في الضفة الغربية بحثا عن المستوطنين الثلاثة المفقودين منذ عدة ايام وقال شهود عيان ان المواجهة ادت الى اصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق جراء الغاز المسيلي للدموع حيث تم نقلهم للعلاج في مستشفى رفيديا الحكومي شيع المئات من الفلسطينيين اليوم جثمان الشهيد محمود الطريفي من مسجد الكبيرة الى مقبرة البيرة حيث بورية ترى هناك ويذكر ان الشهيد محمد اسماعيل عطلة قضى اثر مواجهات عنيفة وسط مدينة رامالله اندلعت فجر اليوم هكذا شيع الفلسطينيون جثمان شهيدهم محمد الطريفي الذي وجدت جثته وقد فارق الحياة على سطح امارة وسط رامالله عقب مواجهات عنيفة جرت بين الشبان وجيش الاحتلال الذي اقتحم المدينة في ساعات الفجر الاولى تقريبا ساعتين ثان ثلاث طلعت انوية دشرني وطلع فوق الدار صار حشر الجنود هو باك حاشر الجنود طخوا طلقتين بس طلق اجت فيه طلق اجت معرفش فيه باك الحياة لفوق فوق الدار هذا اعلان حرب من نتنياهو ضد الشعب الفلسطيني يستبيح الارض يستبيح الانسان يستبيح العرض يستبيح المؤسسات يهاجم الجامعات المساجد الجمعيات نحن نتعرض الى حرب نحن نتعرض الى عدوان فمطلوب من كل المجتمع الدولي سرعة التدخل لانقاذ الشعب الفلسطيني لن نقف ولن نستمر بوقوفنا متفرجية على هذا الدم الذي يسفك ويستبع على هذا الارض المتظاهرون نددوا بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ورفعوا شعارات تطالب السلطة بالوقوف الى جانب شعبها ووقف تنصيق الامني مع الاحتلال ودعم مقاومة الفلسطينيين مدينة التي تسمى العاصمة الفلسطينية تقتحم ليلة نهار من قبل قوات الاحتلال والاجهزة الامنية وقوات الشرطة التي تكافح الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده لا تتصدى لهذه القوات الغاشمة التي ارادت ان تفتش وتخرب احد مراكز الشرطة الفلسطينية هذا سؤال يجب ان يواجه للقادة الفلسطينية والتي يجب ان تجيب عليها القيادة الفلسطينية وخاصة ابو ماذن الذي امتدح تنصيق الامن وكانت مواجهات عنيفة اندلعت فجر اليوم عند دوار المنارة وسط رام الله ادت الى استشهاد الشاب الطريفي وهو متزوج وابل تفلين وانضى في سجون الاحتلال الاسرائيلي قرابة ثماني سنوات وهو شقيق الشهيد اياد الطريفي الذي استشهد في عام 2002 في رام الله في الوقت الذي يشيع فيه الفلسطينيون جثمان الشهيد محمد تواصل اجهزة الامن الفلسطينية قمعها للمتظاهرين المشاركين في المواجهات ضد الاحتلال ومسيرات التضامن مع الاسرى في مشهد يدمي قلوب الفلسطينيين على اجهزة امن لم تكتفي بعجزها عن حماية ابناء شعبها من اعتداءات الاحتلال بل انها تلاحق المتظاهرين والمقاومين وتزجهم في السجون من رام الله المحتلال بالفرسة خررية واصلت سلطات الاحتلال اقتحاماتها للمدن الفلسطينية حيث اندلعت عدة مواجهات مع شبان فلسطينيين وعقب انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي رشق متظاهرون مركز شرطة مدينة رام الله الواقع وسط المدينة بالحجارة احتجاجا على ما وصفه بتقصير الشرطة الفلسطينية في حمايتهم فيما ردت الشرطة باطلاق النار في الهواء وعلى المتظاهرين ما ادى الى وقوع اصابتين تفاصيل اوفا في تقرير مرسلنا احمد براهمة ليل رام الله الهادئ لم يعد كما كان عليه الساعة الثالثة فجرا الية الاحتلال الاسرائيلي تتمركز على دوار المنارة في عمق مدينة رام الله ورصاص جنودها يطلق في كل مكان وبشكل عشوائي مئات الشباني رشقوا الاحتلال بالحجارة تعبيرا عن غضبهم لعملية الاقتحام فيما تنشغل القوة الاخرى من جيش الاحتلال بمدهمة المحال التجارية ومنازل المواطنين حيث فتشتها بطريقة لا تمد للانسانية بصلة انتشروا في كل البيت اخذوا الحجة ستة كبيرة والولاد كلهم دخلوهم على الغرفة وسكروا الباب عليهم ما خلوا اشي كمان اللي بالخزانة طلعوا برا بغرفة الولد كمان هلأ بتروح بتشوفك في المنظر بخزانة المطبخ ما خلوا اشي جنود الاحتلال تمركزوا في محيط دوار المنارة واطلقوا النار صوبة كل فلسطيني يمروا امام عينهم حتى اصابت رصاصة قناص اسرائيلي شابا فلسطينيا فانتقل الى رحمة ربه شهيدا برصاص احتلال لا يفرق بين الفلسطينيين واصاب منهم العشرات بالرصاص المطاطي عملية الاقتحام لم تكن عشوائية فجيش الاحتلال يدرك تماما اين هو وماذا يفعل بالتحديد فهذه المشاهد مؤلمة بالنسبة للفلسطينيين جنود الاحتلال يتمركزون على بوابة مركز شرطة رمالة والشرطة لا حول لها ولا قوة بسبب اتفاقيات لا يلتزم فيها الا الفلسطينيون ما ان انسحبت قوات الاحتلال الاسرائيلي من محيط دوار المنارة حتى بدأ الشبان الغاضبون برشق مقر الشرطة الفلسطينية بالحجارة وبطريقة كثيفة جدا مضطر الشرطة الفلسطينية الى اطلاق النار في الهواء وعلى بعض المتظاهرين احيانا اصابت اثنين منهم بالقتل يبدو ان الشغل الشاغل الاسرائيل الان هو القضاء على حركة حماس ومؤسسات السلطة الفلسطينية واجهزتها الامنية فهذه الجباد تدرك تماما اين تقف وامام ماذا فميدان المنارة يعتبر المركز السياسي للدولة الفلسطينية احمد برحم رؤية من وسط مدينة رامالة خرجت مسيرة من دوار المنارة وسط رامالة باتجاه مجمع فلسطين الطبي احتجاجا على التنصيق الامني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الاسرائيلي الذي اغتال شابا فلسطينيا فجر اليوم واحتج المشاركون في المسيرة على ما وصفوه بالتنصيق الامني الذي تمارسه السلطة الفلسطينية مع قوات الاحتلال التي صعدت اعتداءاتها بحق الفلسطينيين في مختلف انحاء الضفة الغربية مؤخرا ما اسفر عن سقوط عدة شهداء وبقوع اصابات فضلا عن عمليات اعتقالات قامت بها سلطات الاحتلال اتعلم جدا ان اخي يصاب بالنيران الصديقة اتعلم جدا ان زميلي يصاب بالنيران الصديقة لماذا يا شرطة رامالة لماذا يا شرطة رامالة يسقط الشهداء عن البنارة لماذا لماذا يسقط الشهداء في مناطق حسب اوصل والف يجب ان نحترم الاتفاقيات لكن من لم يحترم الاتفاقيات لا يستحق ان يحترم نحن ظلنا وصلنا ناضل ليس من اجل سلطة ذاتية مدنية ادارة مدنية ناضل من اجل الحرية السلطة هي اداة من الادوات التي اعتقدنا انها ستقود الى اقامة دولة فلسطينية مستقلة ولكن كما هو واضح على الارض لا العودة الى المفاوضات بدون وقف الاستيطان ولا التباكي على مشاعر الانسانية للإسرائيليين سيحل المشكلة المشكلة سيحلها الشعب الفلسطيني بنضال المتواصل يواصل الاحتلال الاسرائيلي تنفيذ سياسته التهودية في القدس المحتلة وخاصة في المسجد الاقصى المبارك الاحتلال يدعي ان حائط البراق الملاصقة للحرم القدسي الشريف هو جزء من بقايا هيكله المزعوم لذا يعمل على الاستلاء عليه في اطار سعيه لاحكام قبضته على الحرم المزيد في تقرير مراسلتنا زينة صندوق تلك هي القدس في كل ركن حدث وتاريخ وحضارة الى الزاوية الجنوبية الغربية للمسجد الاقصى سور هو ذات السور الذي ربط عنده الرسول صلى الله عليه وسلم البراق ليلة الاسراء والمعراج لذا سمي بحائط البراق بعد القرن الخامس عشر ابتدعى احد اليهود القادمين من اسبانيا الى القدس ان هذا السور من بقايا الهيكل المزعوم ومن هنا نشبت ثورة البراق بين اليهود والمسلمين وجاء من يضحض افكاره المضللة اذ ان حائط البراق ومسجد البراق وباب وحارة المغاربة كلها وقف اسلامي الامم المتحدة توجهت الى التحكيم وشكلت لجنة خلصت الى نتيجة كتبتها في الكتاب الابيض مفادها ان حائط البراق جزء لا يتجزأ من المسجد الاقصى المبارك ولا يجوز لليهود مطلقا الاقتراب منه ولا الصلافي فارقتني يميني ان نسيتك يا ارشليم عبارة يقولها اليهود كلما قدموا الى حائط البراق ويسمونه حائط المبكى اي يبكون عنده ليتذكرون الهيكل اذا روايات توراتية عديدة استطاع الاسرائيليون توظيفها في حائط البراق لاثبات حق سياسي تاريخي فيما بعد تنبهوا الى ان البكائيات لن تنفعهم فلجأوا الى رواية اخطر هي رواية الحائط الغربي سئلوا ما الذي تقصدونه بالحائط الغربي قالوا جزء غربي من جبل الهيكل وبالتالي جبل الهيكل له شرق وغرب وشمال وجنوب ونحن القينا القبض واستولينا على الجانب الغربي لا قيمة لا اسرائيل دون ارشليم ولا قيمة لا ارشليم دون جبل الهيكل من منطلق النظرية الصهيونية هذه احكموا سيطراتهم على محيط المسجد الاقصى فمن الجنوب استولوا على القصور الاموية ومن الجانب الشرقي وضعوا يدهم على جزء من مقبرة باب الرحمة وهذا ينذر بان الاسرائيليين ما بقي عليهم بعدما احاطوا من الاقصى من اربع جهات الا ان يقفزوا الى وسط المكان ويرفعوا قدس الاقداس لا يستخف به لبجرد انه حائط فهو الحارس الحامل الذي يلتف الاحتضان الاقصى بمتاريس جنده الحجارة ذي اذان صماء عن تلمدية شعائرهم لذا ثرثرات حائط المبكة ومن ثم الحائط الغربي لن تغير حقيقة انما تتطلب وعيا لابعاد مداركة يقولون انها دينية لكنها بالاساس حرب سياسية بحتة من امام حائط البراق في القدس المحتلة زينة صندوق رؤيا قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي مناطق في الجولان بعد مقتل اسرائيلي واصابة ثلاثة اخرين بانفجار عبوة ناسفة اسفل سيارة مقاول في وزارة الدفاع هناك بحسب الاحتلال الاسرائيلي وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال افخاي ادرعي ان الرد جاء بشكل اولي بقصف نحو الاراضي السورية مضيفا ان هناك قوات كبيرة من الجيش الاسرائيلي في المكان تحقق بظروف التفجير والجهة التي تقف وراءه واضاف ادرعي انه تم اعلان حالة الاستنفار في صفوف قوات الاحتلال الموجودة بالمنطقة من جهتها اعلنت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان الاحتلال اغلق الحدود مع سوريا على خلفية التفجير بحضور نائب جلالة الملك ولي العهد سمو الامير الحسين بن عبد الله الثاني اقيم اليوم حفل تخريجا للدفعة الاولى للمعالجين الرياضيين لمبادرة قصي في قصر الحسينية العامر وكان سمو الامير الحسين اطلق مبادرة قصي لتطوير اداء المعالجين الرياضيين والعملين في مجال علاج اصابات اللاعبين وذلك لرفع مستوى البرامج الخاصة بالعلاج الرياضي والوصول الى اعلى درجات المعرفة في هذا المجال يذكر ان سمو ولي العهد وبعد وفاة لاعب كرة القدم الاردني قصي الخوالد اصدر توجيهاته بوضع استراتيجية تهدف الى تطوير اداء المعالجين الرياضيين ومن يعملون في مجال علاج اصابات الملاعب ورفع مستوى البرامج الخاصة بالطب الرياضي وتمكنهم ايضا من الوصول الى اعلى درجات المعرفة في هذا المجال شرفت اني اشارك بدورة قصي او مبادرة قصي اللي اطلقها سمو الامير حسين ولي العهد المعظم دورة اتت بعد وفاة لاعبنا المحبوب الشاب قصي الخوالد رحمة الله عليه شعرنا في الاردن انه احنا بحاجة لتطوير تأهيل الرياضيين في داخل الملعب تأهيل المعالجين الرياضيين داخل ملاعبنا بمبادرة سمو ولي العهد ولي العهد اعملنا احنا هذه الدورة الدورة كانت دورة متقدمة في انعاش القلب والرياتين في الاسعافات الاولية كانت نقلة نوعية للمعالجين الرياضيين داخل الملاعب حذر خبراء صحيون في بريطانيا من غسل الدجاج قبل طهوة عقب توصلهم الى ان عملية الغسل تتسبب في انتشار بكتيريا قاتلة في الاجواء المحيطة المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي خبراء صحيون في بريطانيا حذروا من غسل الدجاج قبل طهوة بعد اكتشافهم ان عملية الغسل تؤدي لانتشار بكتيريا قاتلة تنتقل من الدجاج لمختلف انحاء المطبخ الامر الذي يتسبب بالاصابة بامراض خطيرة الخبراء اكدوا ان هذه البكتيريا تموت بمجرد طهو الدجاج بشكل طبيعي دون غسله في وقت اوردوا فيه احصائية خلصت نتائجها الى ان غسل الدجاج قبل الطهو هو المسؤول عن معظم حالات التسمم الغذائي التي تسجل في بريطانيا والتي يزيد عددها عن 280 الف حالة سنويا اذ يتسبب ذلك باصابة اربع من اصل خمس حالات تسمم في بريطانيا اذا ننتقل اخيرا الى مواقع التواصل الاجتماعي ما يزال الجميع مشغولا بمونديال كأس العالم المقام حاليا في البرازيل حيث لم تنضي دقيقة واحدة على اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بدون ذكر خبر او تعليق او مشاركة حول المونديال بالامس كان للعب الارجنتيني ليونيل ميسي حصة الاسد من تفاعلات نشطاء هذه المواقع وتحديدا بعد انتهاء مباراة الارجنتين مع ايران والتي انتهت بهدف يتيم للارجنتين عن طريق ليونيل ميسي الذي حصد لقب رجل المباراة ليشعل النشطاء مشاركاتهم وتغريداتهم حول النجم الارجنتيني محمد عواد نسب الانتصار في ليلة امس لميسي حيث غرض قائلا ميسي فعلها لوحده الارجنتين تعادلت لكن ليونيل انتصر الصحفي نضال منصور ابدأ عدم رضاهي عن المنتخب الارجنتيني حتى لو معهم ليونيل حيث قال ايضا اذا كان هذا هو مستوى منتخب الارجنتين مثلما لعبوا مع ايران فالمؤكد انهم لن يضفروا بكأس العالم حتى لو كان معهم ميسي بيان خالد كانت مسحورة باداء ميسي وابدت اعجابها به على طريقتها الخاصة حيث قالت لقد سحرتني بادائك راقي في حضورك ثائر كما جفارة واصطوري كما كل القارة اللاتينية وسائل الاعلام العالمية التي نامت بالامس على اخبار هدف ليونيل ميسي استيقظت صباح اليوم على صورته التي وضعها على حسابه الشخصي على الانستجرام مع طفله تياغو ليعود النجم الارجنتيني ويثبت انه العنوان الاهم في وسائل الاعلام العالمية ليلا ونهارا اذا من مواقع التواصل الاجتماعي ننتقلوا اخيرا الى ستوديو نبض البلد مع الدكتور مهند مبيضين لنرى ما لديه هذا المساء مساء الخير دكتور مهند ماذا لديكم هذا المساء في نبض البلد مساء الخير غادة نناقش اليوم اختطاف ثلاثة مستوطنين اسرائيليين او ثلاثة جنود اسرائيليين على ايدي جهة فلسطينية غير معروفة لحد الان في تبنيها او منطق فراه هذه عملية الاختطاف والمواقف الاسرائيلية وايضا المواقف الفلسطينية تجاه هذه العملية نعم كل الشكر للك دكتور مهند اذا تتابعون حلقة جديدة من نبض البلد مباشرة بعد هذه النشرة ويبقى لنا في ختامها تذكير بابرز ما جاء فيها من عنوين انباء عن سيطرة مسلحي العشائر على معبار تريبيل الحدودي مع الاردن ومقتدى الصدر يصف ارسال عسكريين امريكيين الى العراق بالاحتلال الجديد وزير الخارجية ناصر جودة يجري مباحثات مع وزير الخارجية الامريكي في عمان حول اخر تطورات الاوضاع في المنطقة مشادات كلامية ساخنة خلال جلسة النواب على خلفية حفل افتتاح مهرجاني جرش شهدان في الضفة الغربية وقوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها في مختلف المدن والقرى الفلسطينية اختيار موقع جديد لمنطقة عجلون التنموية خلال شهرين اشتركوا في القناة